نذهب بقى الخبر آخر بعيداً عن الأسواق ونروح للراب لموسيقى الراب الأشهر وسط الشباب تقول للشباب دلوقتي أنتوا بتسمعوا إيه على فكرة ما بغوش بيسمعوا مهرجانات على قد ما بيسمعوا راب وتفاجأ إن مغني الراب دلوقتي يعني لهم ويجز ماروان بابلو ماروان موسى عفروتو كل دول يعني نجوم الراب لو عفروتو عمل حفلة هتلاقيها فولي بوكتة هتلاقيها مليانة بالشباب والحقيقة أنه يعني ده شيء محتاجنا توقف عنده يا جماعة الشباب بيحب هذا النوع من الموسيقى وعلينا أن نفهم وعلينا أن إحنا كمان نساعدهم على أنهم يسمعوا الموسيقى اللي هم عايزينها النهاردة الاتنين كانت المهلة المحددة من نقابة المهن الموسيقية لمطربي الراب واللي كان أعلن عنها النقيب بعد ما كان وقف تصريحهم لمدة أسبوع والنهاردة راحوا مطربي الراب راحوا اجتمعوا معه مصطفى كامل منهم عفروتو منهم أبي يوسف منهم أبو الأنوار ماروان موسى وغيرهم وتقابلوا معاه وتقرر السماح لهم بالغناء من بداية ديسمبر المقبل دون فرقة موسيقية ثم الالتزام بعد ذلك بفرقة موسيقية مكونة من 6 أفراد وطبعا الالتزام بعدم تقديم الفوز موسيقية